موسيقى شكرا لك رندا فعلا اليوم معنا موهبة شعب محمود اسماعيل هو رسام عم بشوق طريقه في مجال الفنون ومختص برسم البرتريهات صباح الخير محمود أهلا وسهلا فيك نورتنا اليوم بدنيا يا دنيا شكرا لك حلو الفن يعني بعطي هيك إشي كتير حلو لصاحبه دايما بقوله فمن إمت بديت ترسم؟ بلشت برسم البرتريه من الأربع سنين تقريبا من كيف عمرك هلأ؟ أنا سبعة عشر هلأ سبعة عشر ين كان عمرك تلات عشر سنة لما بدت كيف عرفت أنه عندك هاي الموهبة؟ أول إشي بلشت بأرسم شخصيات كارتونية بالأصل موجودة فلما ليت أنه تشبه الصورة الأصلية بلشت أنه أحب أنه لازم أطور هالإشي يعني كل حدا كان يشوف الرسم ببدايته كان يمدح فيه فإنه هالإشي أعطاني أنه دافع بالضبط لأنه أكمل فيه كثير حلو فصرت تعمل إشياء مش كارتونية صح؟ بالضبط كيف اتجهت إنك ترسم البرتريه مثلا مش مناظر طبيعية مش رسم مثلا إشياء تانية غير البرتريه؟ ما معنى البرتريه؟ في المرة الأولى اللي جربت فيها أرسم البرتريه لشخص كانت الملامح يعني كثير غريبة من الصورة الأصلية فحبيت أنه يعني لما شفت الناس لما تكون الصورة نسخة عن الصورة الأصلية أنه لازم أنا أكون زيهم لازم أنه أنا حابب أكون زيهم تحيلو احكي لنا شوية عن الصور اللي عم نشوفها هلأ على الشاشة هاي الرسمة بالألوان كانت بالألوان الخشب كانت أول مرة فيها بجرّب ألوان الخشب هاي بالفحم كانت بالألفين وخمستاش كانت أول رسمة برضو بالفحم هاي رسمت طوني قطان بالألوان كانت برضو بالأسلوب الجديد تالفين وسبعطاش هو اللي كانت أول مرة بجرّب فيه هاي إير أنا سلفورتريه انت سلفي يعني بس سلفي انت بزرط رسم كانت أول مرة بجرّب أرسم حالي آه كتير حلوة موديل أردني اسمه باسم بركات آه ورد رسمته بزرط هلأ انت بترسم شخصي ولا بترسم الصورة تاعته لا الصورة صورته أوكي بزرط هاي كمان رسمتك آه كانت برضو من ضمن الطرابات في الرسم بورتريه بالألوان أدهم نابل سي طبعا فنان معروف حلو كتير حلو في هاي برضو كانت تاني رسمة في الألوان برضو بهذا السلوب كانت برضو الظل فيها كانت تجربة جديدة آه حلو يعني بتجرب أشياء جديدة دايما بكل مرة بزرط أكيد طب بتحاول أنك تتعلم مثلا تاخد دورات تدريبية بعدك بالمدرسة لأنه لسه ما خلصتك بالمدرسة بتحاول أنك تاخد دورات تدريبية مثلا اشي تتعلم فيه تزيد معرفتك أكتر ولا لسه ما جربت بالله صراحة لا ما جربت بس أنه ممكن لو دام أنه طيب بتحب تكمل دراسة بمجال الفنون أكيد أكيد أي حدا عنده شغف لأشي إذا كمل إذا وجه دراسته لهالإشي رح يبدع فيه يبدع فيها أكتر يعني دائما الموهبة لجانب الدراسة أو دراسة لما تكون لجانب الموهبة بتدعمها أكتر مية بالمية بس بدها شخص اللي يعرف يوجهها صح كتير حلو طيب أنا عم أشوف كتير رسمات لفتت نظري هاي الرسمة فيها تفاصيل كتير هاي برضو من رسماتك هاي هاي رسمة لمين مش شخص معين بس اللي جذبني إلها إنه الملامح الملامح يعني نحكي خطوط الزمن اللي هي وإنت موضحها كتير خطوط الزمن صراحة طيب إيش دلالة إيش اللي بخطر ببالك لما ترسم هيك يعني رجل زي هيك وفيه عنجات فعليا كتير مبين خطوط الزمن إيش اللي بدك توصله للي بيشوف الصورة يعني هو صراحة الفكرة أساسية إنه تكون نسخة صورة أصلية بس بدين إنه أي شخص بشوفها هو ممكن يعطي الفكرة حلو بتحب أنت اللي بيتفرجه بالضبط هو اللي يعطي الفكرة كتير حلو نفس الصورة تقريبا مسل سيدي هالمرة برضو حلو هاي الصورة كتير بتحب أنت ترسم الرجال هاي صراحة الملامح بجذبك بالضبط تفاصيل الملامح ما أحلى دلالة لستين فعليا عن جد والتجارب اللي بتكون الستة عايشتهم طيب ننشوف هاي هاي موديل هاي كمان حلو الصورة بس هيك نظرت عينيها فيها إشي غريب صح انت بلفت نظرك الملامح أكتر إشي بحث صح الملامح اللي بتكون بارز خصوصا يعني فيه إشي دايما بالوجه بجذبك إنك ترسمه هاي بالألوان هاي ممكن شوفناها إحنا قبل شوي كانت أول من رسمة بالألوان بالألفين ستعاش هاي بالألفين ستعاش آه أوكي هاي كتير حلو كبير اهه طيب اه ليه نص الوجه طالع هون محمود؟ أي وجه هون ليش بطالع الرسمة إنه نص وجهها بس اللي طالع يعني بس هون زي ما إحنا شايفين إنه بس النص نص الوجه مش مبيني عينها التاني مثلا مش مبيني بقيت ملامح وجهها آه عشان نأخذ اللوحة كاملة آه يعني استغل المساحة كبيرة فإنه عشان أدقق على التفاصيل الموجودة فيها آه برضو التفاصيل بالضبط عشان تكون واضحة أوكي هذا مين؟ آه موديل أردني اسمه باس مراكات آه هذا اللي طلع قبل شوي معنا أوكي طيب هاي مين؟ هاي أنا هاي أنا حبيتها شكرون عبور شو رأيكم؟ هاي أنا أنا شعري أصير شكراً كثير إلك أشوف الله ما شفتها كثير منيح آه شكرون يسلموا إذاك وهذا فنان طوني قطان كنا منحبه طوني قطان يعني هاي عن جد حلوة كتير يليد دانا وطوني يكونوا عم بيحضرونا زوج زميلتنا دانا أبو خضر فنان المعروف طبعا طوني كتير حلوة كد رح يحبوها ودانا أبو خضر كتير حلوة هاي دانا حبيت هاي كمان رسمها محمود لزميلتنا العزيزة دانا أبو خضر كتير حلوة إن شاء الله يكونوا عم بيحضروك هلأ إن شاء الله حلوة مهم أوكي وميس نوباني هاي كمان مايس كانت أول صورة لها آه هدأ نشوفها بس هاي لمايس هاي لعزيزة مايس كمان إن شاء الله مايس تكوني عم تحضريها كتير حلوة كتير حلوين عن جد يسلموا إذاك إذاك كتير حلوة صورتها طيب وفيه كمان ورندا عازر رندا شوفي رندا بتجنن حبيبتي رندا ما أحلى الصورة طالعة عن جد شكرا كتير إلك كتير حلوين لحقت رسمهم بهاي الفترة القصيرة تقريبا كان بالنسبة لي إنجاز صراحة أربع لوحات بأقل من 12 ساعة هدول بأقل من 12 ساعة رسمتهم آه يعني بفترة ما قالو لك إنه في عندك لقاء كنت رسم هدول الرسمات كنت نخلصهم حتى كان لسه في تفاصيل صغيرة في اللوحات كتير حلو ما كانت كاملة آه كتير كتير حلو فعلا يعني رسمنا كلنا إذا أنا وأنا وميس ورندا فضيع توني كمان لعن جد فضيع رسماتك كتير حلوين يعني في عندك تفاصيل حلوة صراحة وزي ما حكيت عن جد كتير بتهتم بالملامح وبتلفت نظرك وواضح برسماتك بدي أتشكرك كتير محمود بدي أتمنى لك التوفيق بدي أتشكرك عن رسمات الحلوين كمان شكرا لإلك أهلا وسهلا فيك نورتنا أهلا وسهلا شكرا على المتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شي جديد اشتركوا في القناة